تثمين لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى لجهود القائمين على قناة عمان الثقافية جاء في طار دراستها لواقع العمل والمقترحات التطويرية لقناة عمان الثقافية والتي تهدف إلى التعرف على واقع العمل بالقناة وخطتها البرامجية الحالية والمستقبلية وإيجاد آليات واضحة يمكن من خلالها تعزيز التعاون بين القناة والمؤسسات الثقافية في السلطنة بما يساهم في توفير مادة إعلامية ثقافية ووضع مقترحات عمل واضحة يمكن من خلالها بلورة متطلبات المواطنين خاصة فئة المثقفين اللقاء تناول أيضا مناقشة الدور الذي تقوم به القناة في خدمة قطاع التراث والثقافة في السلطنة وإبرازه إعلاميا والجوانب التي يمكنها أن تساهم في بلورة الموروث الثقافي العماني في قوالب أعلامية متنوعة تخدم مختلف الفئات العمرية وإيجاد مواد ثقافية تعنى بأدب الطفل وأشار المختصون في اللقاء إلى أهمية تنوع الدورة البرامجية للقناة لتشمل قطاعات الثقافة والتراث العماني بما يتناسب وحجم الموروث الثقافي العماني العريق بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من الكوادر الأدبية والرموز الثقافية في أعداد وتقديم البرامج الثقافية المتخصصة بما يعمل على تحقيق الأهداف التي أوجدت من أجلها هذه القناة ويخدم طموح المثقف العماني ويلبي رغبات المشاهد الأخوة في عمان على وجه الخصوص بث مثل هذه القنوات أمر جدا مهم الهوية الخليجية أمر جدا مهم عملية التوثيق لهذه الحضارة ولهذا التاريخ الكل يطلب للأسف الأحصائيات تقول أن أقل القنوات اليوم تخصصا هي القنوات الوثائقية لذلك أعتقد خطوة موفقة من الأخوة في عمان وأتمنى لهم التوفيق إن شاء الله وقناة عمان الثقافية التي انطلقت في الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2015 تركز بشكل أساسي على إبراز الثقافة العمانية في مختلف صورها كما أنها تضع المشاهد العمانية والعربي في قلب المشهد الثقافي العالمي عبر نشرة الأخبار الثقافية اليومية والبرامج ذات العلاقة بالحراك الثقافي وهو الأمر الذي أكسبها نسبة مشاهدة مرتفعة في السلطنة وعلى المستويين الخليجي والعربي وقد أثنى العديد من الكتاب على رقي محتوى القنوة الأدبي والفني والثقافي واعتزازها بالمروث الثقافي الحضاري العماني والعربي والعالمي مع انفتاح متوازن على الآداب والفنون الحديثة على كافة المستويات ترجمة نانسي قنقر